ما هي الاستنتاجات الرئيسية والهامة التي توصل إليها الرئيس السادات ووزير الدفاع ورئيس الأركان؟ ما الذي وجدوه عندما حاولوا إعادة النظر في ما حدث في حرب الأيام الستة؟ ما وجدوه طبقا لبعض المصادر هو أنه كانت هناك مشكلة أو ثغرة إن صح التعبير في التنسيق والتعاون بين الأسلحة المختلفة بداخل الجيش المصري أو بداخل القوات المسلحة وهنا أعني بذلك التنسيق والتعاون بين قوات المشاه والمدرعات والمدفعية وكذلك القوات الجوية ومنظومة الدفاع الجوي أو النظام المضاد للطائرات هذه هي إحدى المشاكل التنسيق إذن في حرب 1967 افتقد الجيش المصري للتنسيق والتعاون بين العناصر المختلفة بداخل المنظومة لكي يتمكن من تنظيم المعركة إذن كيف يمكن إعادة بناء الجيش في وجود مثل هذا الخطأ وفقد التواصل بين عناصر الجيش نفسه؟ عليك أن تبدأ من الصفر بشكل أو آخر لأن الضباط أنفسهم خرجوا من حرب 1967 1967 فاقدين لبعض قدراتهم أو دوافعهم ليكونوا قادة أفضل فالخطوة الأولى هي تغيير كل قادة الأنساق على المستويات التكتيكية والتعبوية والاستراتيجية وإدخال ضباط جدد لم يعانوا من الهزيمة السابقة ليبدأوا بمعنويات جديدة ومبادئ جديدة وكرامة جديدة من أجل إظهار أن الجندي المصري من نوعية جيدة جدا وكما حدث في حروب أخرى كانت حرب 1967 مجرد لحظة واحدة لحظة واحدة سيئة للجيش المصري وكما حدث للجنود الإسرائيليين من تقدير وثناء في نهاية حرب 67 تم الاعتراف بكفاءة الجنود المصريين في حرب أكتوبر حيث استطاعوا القتال بنفس مستوى وقدرات الجنود الإسرائيليين من المصريين الإسرائيليين